الله أكبر الله أكبر كما أسلفنا فهذه نسبة تشريف وتكريم من الله تعالى لهذه العبادة العظيمة نستبشر بالأجر العظيم الذي لا نعلم حده ولا قدره إنما هو عند الله عز وجل كما في الحديث القدسي كل عمل بن آدم له الحسنة بعشر أمثالها قال الله تعالى إلا الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه الله أكبر الله أكبر كما أسلفنا فهذه نسبة تشريف وتكريم من الله تعالى لهذه العبادة العظيمة وإذ قال سبحانه وتعالى فإنه لي وأنا أجزيبه فإنك على خير عظيم لأن ذلك وعد من الكريم الأكرم ولله المثل الأعلى لو كان هناك أحد من أهل الدنيا ممن عرف بالكرم والسخاء وقال اعمل لهذا العمل وحقك علي أتراك ستتأخر عن تنفيذ هذا العمل وأنت تعلم أن هذا الرجل يكرم كلا بل ستبادر لقيام وإنجاز هذا العمل لأنك مستبشر بما سيعطيك لأنه كريم فإذا كان هذا حال أهل الدنيا وكرمهم الذي هو من كرم الله عز وجل وما تكرم به عليهم فمن الأولى والأحرى والآكد أن نستبشر بفضل الله تعالى بما وعد به بأداء هذه الفريضة أو غيرها من الخيرات التي يكرم الله تعالى بها عباده المؤمنون فالإنسان يستبشر بفضل الله تعالى ويعلم أن الله تعالى هو الكريم الأكرم ويعلم أن الله تعالى سيتفضل عليه بالخيرات فليستبشر بفضل الله تعالى وإحسانه جل فعله اشتركوا في القناة